المعلومات المتاحة إذن تقول بأن يفجيني بريجوجين قتل على الأقل وفق ما يتم نقله من بيانات رسمية صادرة عن هيئة الطيران المدنية الروسية وكنا قد أحصينا الأعداد التي جرى ذكرها وترديدها من جانب السلطات الرسمية في أوكرانيا طائرة إمبريير ليجسي وهي طائرة برازيلية كانت تقل إذن يفجيني بريجوجين في هذه الرحلة نحاول أن نتوقف قليلا مع بعض التفاصيل المرتبطة بتحرك هذه الطائرة وبعض المعلومات المتاحة عنها حتى هذه اللحظة في سياق هذا العرض هذه الطائرة التي تصنف ضمن الطائرات الخاصة أو طائرات رجال الأعمال برازيلية الصنع من هذه الشركة ما المعلومات الرسمية المتاحة والمعلن عنها حتى الآن فيما يخص هذه الواقعة الطائرة تحطمت وهي طائرة خاصة تقل عشرة أشخاص في منطقة يدفير بالقرب من العاصمة الروسية موسكو الطائرة كانت في رحلة داخلية ما بين سامبترسبورغ والعاصمة موسكو سامبترسبورغ مقر مجموعة فاغنر وفق ما أوردته بالطبع وكالة ريا نفوستي فيما يخص مسار هذه الحركة وفق هيئة الطيران المدنية الروسية فإن يفجين بريجوجين كان ضمن قائمة الركاب لقي كل من كان على متن هذه الطائرة مصرعهم بما في ذلك ثلاثة من بين أفراد الطاقم كنا قد أشرنا إليهم أعلنت خدمات الطوارئ الروسية العثور على ثماني جثث في موقع تحطم الطائرة حتى هذه اللحظة لكن ماذا عن هذه الطائرة نفسها؟ وفق موقع فلايت رادر 24 وجيت فوتوز فإن الطائرة من طراز إمبراير لجاسي 600 وهذا هو طراز الطائرة رقم التسجيل الخاص بها هو RA02795 الرقم التسلسلي للطائرة كما يظهر معنا بهذه الصيغة 145008 هذا هو الرقم المدون لرقم التسلسلي لها دخلت الخدمة فعليا إمبراير لجاسي 600 في عام 2007 آخر الصور التي نشرت للطائرة على الموقع الذي كنا قد أشرنا إليه جيت فوتوز كانت ملتقطة بتاريخ التاسع من مايو عام 2023 وقت التقاط هذه الصور المشار إليها كانت الطائرة في مطار بولوكوفو في مدينة سان بوتروسبورغ الموقع الذي يخصص لاحتضان أنشطة فاغنر بصورة رسمية في بعض الملاحظات الخاصة بهذه الطائرة كان مدونا على الموقع اسم زعيم فاغنر يفجين بريجوجين باعتباره هو المالك هذه الطائرة وكنا قد أشرنا إلى أن هذه الطائرة تصنف ضمن طائرات فئات رجال الأعمال هذه الطائرة صغيرة البدن كما توصف تخصصه لأغراض السفر الخاصة برجال الأعمال أو بعض الرحلات الخاصة كانت في رحلة داخلية ما بين سان بوتروسبورغ وموسكو لكن اللافت أيضا أن طائرة أخرى كانت تحلق قيل أنها كانت مملوكة أيضا لمجموعة فاغنر ولمالكها ومؤسسها الراحل وفق البيانات الصادرة عن هيئة الطيران المدني الروسية يفجين بريجوجين سقط ومعه اثنين من كبار مساعديه ضمن من كانوا على متن هذه الطائرة ثلاثة من أفراد الطاقم فضلا عن عشرة إذن من الذين سقطت بهم هذه الطائرة التي كما يضعها الزملاء في موضع الاستعداد للتحليق لكنها تبدو مترنحة لم تمهى للوقت للترنح أصلا لأنها سقطت من ارتفاع كان يزيد على 26 ألف قدم سقطت بصورة عمودية ما يشير أو ما يرجح وفق بعض الخبراء الذين التقيناهم بأن هناك عملا مباشرا صوبة تجاه هذه الطائرة ربما إذا كان هناك إتاحة للمعلومات فإن الصندوق الأسود الخاص بهذه الطائرة قد يكشف عن بعض ما سبق لحظة السقوط التي أودت بحيات قائد مجموعة فاغنر يفجين بريجوجين ومجموعة من مساعدين